الحديث عن تشكيل الكتلة الأكبر إلى الآن يكاد يكون تصريحات لا ترقى إلى مستوى الحقيقة بقدر ما يراد منها كجزء من عملية استمالة الأطراف الأخرى الأكثر فاعلية والمتمثلة بالكرد والسنة الذين يمثلان الحصان الرابح لهذا الطرف أو ذاك مصدر سياسي عراقي أكد بأن وفودا سياسية تمثل ائتلافي سائرون والنصر ستزور أربيل والسليمانية خلال اليوم الثالث أو الرابع من العيد وستلتقي بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني المتمثل برئيس الحزب مسعود برزاني قبل التوجه إلى السليمانية للقاء نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسيرت رسول وعقيلة الرئيس الراحل جلال الطالباني وعدد من قادة الاتحاد ولم يتأكد المصدر من أن الوفود ستكون مشتركة أم كل وفد سيزور الإقليم على حدة وكان تيار الحكمة أعلن عن زيارة وفد من خمس قوى فائزة بالانتخابات خلال الأيام المقبلة إلى أقليم كردستان مشيرا إلى أن الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر سيتم قريبا القيادي في التيار محمد جميل المياحي قال في تصريح صحفي إن مشروع الأغلبية السياسية وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المقرر أن يشكل الحكمة وسائرون والنصر والوطنية واتحاد القوى العراقية الكتلة الأكبر معا المياحي أضاف أن هناك مباحثات على مستوى رفيع لانضمام الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والفتح ومكويني التركمان والمسيحيين إلى التحالف الجديد وأكد أن وفدا مشتركا من هذه الأطراف الخمسة سيزور كردستان للتوفاوض مع الأحزاب الكردستانية حيال هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة من جهته أكد تحالف المحور الوطني السني الذي تشكل حديثا دخوله بمفاوضات مع تحالف الفتح وسائرون والحكمة بشأن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر فيما أكد أن معيار دخوله لهذه الكتلة هو الاتفاق على البرنامج الحكومي الخاص بها دون أي اعتبارات أخرى ومن المتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي ويعقب ذلك اجتماعا بين الأطراف للإعلان عن الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة